نحكي ونتكلم أول حكاية أنا ما بفهمش ما بعرفش ما بستوعبش عقلية اللاعب المصر هتقول لي إيه ده إيه ده طب قبل الموضوع أول إيه هقولك بس أنا جاي أوه جاي جاي إيه ده بس خليك معايا ونمشي مع بعض واحدة واحدة نعرف في بعض الناس النهاردة تعصابت من المطس سواء هنا أو هنا أو في أي مكان يعني هو المطس ده يا جماعة هتحمل أي عصابية من أي نوع طيب ليه بفيه عصابية أصلا في مباراة زي دي طيب هل الأهلي مثلا يعني مثلا خسارته النهاردة هتأثر على بطولة وبينفس فيها حتى لو معنويا لا هل النهاردة برامد لما يكسب المطس ده زي ما قال كولر في المؤتمر بعد المباراة هياخد الدول من الأهلي ولا هيقرب حتى في النقط من الأهلي لا هل النهاردة مثلا مثلا يعني الفرقتين متخنين على لاعب ولا متضيقين من بعض ولا زيقين مع بعض ولا شايدين من بعض فالأمور فيها توطر خارج الملعب لا طيب فاللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر لاللي كسب كسب بطولة ولا اللي خسر خسر بطولة موضوع بطولة موضوع بطولة موضوع بطولة موضوع بطولة